موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة بداية الأسبوع بالنسبة لبرنامج ملاعبنا والتي تحمل في طياتها الكثير من المواضيع ويسعدني قبل البداية فيها الترحيب بزملاء الأعزاء أحمد خليفة حمد وضياء الدين ألي حياك الله بخليفة ويانا ألي حياك الله بخليفة ويانا أهلا مرحبا أهلا مرحبا أهلا مرحبا إذن تستكمل غدا مباريات الجولة الثانية والعشرين من دور المحترفين حيث تلعب المواجهة الأخيرة فيها والتي تجمع الدبا والوحدة ومن خلالها تسعى كل كتيبة لتحقيق الفوز من أجل تحقيق أهدافها قبل نهاية الموسم لقاء الفرصة الأخيرة يجمع دبا بالوحدة الشق الأول ينطبق على الفريقين فالنواخذ يتطلعون إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية من أجل البقاء في دور المحترفين للموسم المقبل حيث خرج الفريق من آخر ثلاث جولات بسبع نقاط وهي حصيلة تعتبر مثالية لفريق عانى منذ بداية البطولة حسن العبدولي يعي جيدا أهمية مواجهة العنابي ويسعى للخروج منها بنتيجة تبقي دبا على خط الأمل وإن كان صعبا إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل وإثارة الجولات الأخيرة وضغطها قد يصب في صالح صاحب المركز قبل الأخير على الجهة المقابلة نجد الوحدة الساعي لإكمال رحلته نحو قمة الترتيب واللحاق ربما بالمتصدر الفريق الحالي يشير إلى ثماني نقاط بينه وبين شباب الأهلي علما أن الوحدة يملك مواجهة مؤجلة وهي التي تجمعه غدا بدبا وإن خرج منها سيتساوى بالنقاط مع العين برصيد أربع وأربعين نقطة ويقلص الفريق مع رائد الترتيب إلى خمس نقاط لغة التاريخ والأرقام تشير إلى إحدى عشرة مواجهة جمع الدبا والوحدة في دور المحترفين وفيها لم يخسر الأنبي أن يلقى وفاز في عشر مرات وتعدل مرة واحدة لذلك التوقعات تصب في صالح الضيوف لكن أصحاب الأرض يتطلعون إلى مخالفة ما هو متوقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أبو خليفة أنا أبدأ إياك بخصوص مباراة الدبا والوحدة هي مباراة مهمة لكل الطرفين سواء دبا للاحتفاظ بأمل البقاء في دور المحترفين وإذن الوحدة يحتفظ بأمل المنافس على لقب درع الدوري نعم بسم الله الرحمن الرحيم حقا مثل ما تفضلت أخي علي مباراة مهمة للفريقين مهمة جدا وتأتي في وقت حساس ما باقي إلا حوالي أربع جولات على النهاية فبالتالي المباراة في وقتها هذا مهمة جدا للفريقين البطايح يعني عين على المباراة لأنه دبا الأقرب للبطايح فعينها عليها لأن في حالة فوز الدبا أعتقد حاليا الفارق سبع نقاط بيكون الفارق أربع نقاط وهذا الشكل بشكل ضغط كبير على البطايح لأن البطايح التي في فترة من الفترات أعتقدنا أنه يعيد عن صراع الهبوط وأن نوعا ما ثبت أقدامه في المحترفين نشوفها الآن بعد نتائج دبا في الثلاث جولات الماضية وتحقيقها سبع نقاط في الثلاث جولات تعتقد أن علامة خطر بالنسبة للبطايح هذا الصعود المتوالي إلى الأدبا وخاصة إلى الأدبا حقق يعني خلنا نقول الصعب وفاز على الوحدة الوحدة كذلك في موقف جيد جدا الوحدة أقل عن الفرق الموجودة يعني بعدد المباريات بالنسبة لنا لعب مباراة مع البرج اللبناني ونبارك للصعودة إلى المرحلة القادمة من كأس الملك سلمان الاندي العربية الآن هو في موقف يعني فوزة بوصله إلى أربع أربع النقطة بيكون هو العين في المتشاركين في المركز الثاني على الرغم من المشاكل التي عانى منها الوحدة طول الموسم لكن الآن نشوفها في موقف جيد في المنافسة حالة حال العين يعني ينتظرون تعثر للمتصدر بس بشرط حققون الفوز في المبارياتهم القادمة بالتالي هو في موقف المباراة يبهم له يعني لأنه ما يبغي يبتعد عن ركب الصدارة والمباراة هاي نوعا ما تعتبر أسهل عن مباراة اللي بتكون في الجولة القادمة للوحدة اللي بتكون مع الجزيرة بالتالي قبل مواجهة الجزيرة الوحدة يبغي يأمن موقفه في المنافسة ويبغي يكون في موقف جيد وقريب من المتصدر وما يبتعد عنه يعني بنقاط كثيرة الموقف الآن كلما نحن نقرب على نهاية الدوري كلما في موقف يعني موقف الفرق المتنافسة على الصدارة وموقف الفرق اللي تصارع الهبوط كلما يدخل في مواقف حساسة مواقف قصدي بكيف أنه لا تحتمل نزيف نقاط الفريقين يطمحون إلى ثلاث نقاط طموح دباء علاء وكبر بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مبارات قبلها مع اتحاد كلبة وفوز على خورفكان وفوز على بنياس أعتقد أن هذا الشكل اللي ظهر دباء في المباراتين الماضيتين شكل كان يبحث عنه خلال خلال فترة طويلة من الموسم وجود حسن العبدولي والعمل اللي قام بحسن العبدولي في الفترة الماضية أعتقد أنه أنقذ نوعا ما دباء وعطى أمل في البقاء في دور المحترفين وهذا الأمل أعتقد أنه ما يعتمد بس على دباء نفسه لكن يعتمد كذلك اليوم على الفريق الموجود في المركز الثانعشر اللي هو البطايح لأن البطايح نشوفه هنا تأزم تأزمت نتائجه وأصبح يخسر بشكل متتالي ويخسر نقاط كثيرة والدحرج الفريق اللي كان فيه فترة من الفترات أو في أسبوع من الأسابيع كم متصدر اليوم نشوفه في مركز الثانعشر هناك أسباب كثيرة طبعا هذا الموضوع هذا البطايح مش موضوعنا لكن دبا اليوم الأمل الموجود عنده أعتقد أنه ينتقل من مباراة للبقاء المباراة تكون مباراة صعبة على الوحدة لأن حافظ دبا كذلك حافظ قوي جدا للبقاء في دور المحترفين الوحدة حافظة كذلك كبير للمنافسة الوحدة يبغي صح وضاعة يبغي يكون متواجد في المنافسة ويكون دور في المنافسة الأسبوع القادم عندنا ثلاث مباريات مهمة جدا وحدة من مباراة الجزيرة والوحدة أعتقد أنه هذه بعد كذلك تحدد مسار الوحدة في المنافسة ونتائج الفرق الثاني نرى قبل عطلة العيد إن شاء الله نرى كيف يكون شكل مقدمة الجدول خاصة أن ست من الفرق تلعب مع بعض يلعب أربعة من الفرق لأن الله يلعب مع النصر لكن العين يلعب مع الشارج وهذه مباراة مهمة كبيرة جدا بعد في مسيرة الفريقين وبالذات بالنسبة للعين لأن عقبة كبيرة للعين ستكون مباراة الشارج في سبيل أنه يلحق بالمتصدر لأن الآن ممكن لما نتكلم بعد الموضوع الصدارة الموضوع معقد شوية وليس بالسهولة التي يمكن الناس تحسبها بحسابات لكن أعتقد أنها مباريات القادمة يكون كسر عظم بالنسبة للمتنافسين أكيد أبو زياد دعنا نتكلم عن أول شيء فريق دبل أفجيرة يمكن في هذه الفترة يعيش أفضل فتراته استطام على الكابتن حسن العبدولي يحقق انتصارين تعادل أعتقد نتائج جدا مهمة في ظل وجود الفريق أيضا يمكن حسن العبدولي غير من توليفة الفريق منح الفرصة لباهم من اللاعبين الشباب الموجودين في الفريق الرديف وبالتالي قدر أن يوصل لتوليفة لربما تشهد الاستقرار في آخر ثلاث مباريات صحيح بسم الله الرحمن الرحيم خلينا قلنا قلنا اللسان الحال يقول لي كان جالهم بدري حسن العبدولي وتولى المهمة بدري كان فرق كتير لو فكره لبسات العمالة في الفريق كان يفرق كتير في شكله مضمون حتى بنسبة على صعيد المنافسة وفي المراكز المتأخرة في القائمة الانتصارات الأخيرة والتعادل والتعامل مع كلبة والفوزين على بنياس وعلى خرفكان قد للفريق انتعاشت أمل لكن هيتوقف على كل اللي جاية مرة واحدة مقدرش تقول مثلا مباراة يفوز فيها ومباراة يتعصر لازم كله يكون انتصارات عشان يحقق فعلا طموحه إذا كان جاد في سبيله المطشد في الوحدة بالذات أنا بعتبره نقطة التحول أو المحطة المفصلية في مشواره بنسبة لهذا الأمل لو حقق الفوز بكرة هيبتدي يطمح فعليا أنه يعمل الأمل الكبير لأنه عنده بعد كده المباراة هيواجه فيها البطائح القسم المباشر في هذه المسألة لو عمل الانتصارين دولة أربعة هيبقى فيه فعلا مشهد آخر بالنسبة للمراجز المؤخرة في جده للترتيب فدبه في حالة صعبة المشكلة بالنسبة لنا هو بيواجه فريق كمان عنده طموحه الخاص واللي بيحاول يستعيد حضوره على صعيد المسابقة وإن كان في الرمق الأخير من عمرها الوحدة كان مفروض يكون حاضر بشكل أكبر بكين كدب كتير على صعيد المنافسة بالنسبة لقيمة البطولة والصدارة صراعه دولتي على البطولة يعني من باب الديق من باب ديق مش من الباب واسع أو من أمل كبير ممكن يرتجى منه يكون بطل فعلا أنا شايف النوائز لكن لأن دايما المسابقة يعني يعني حبلة بالمفاجآت وفيها كتير محاجهات تتوقعها في كورة الأمارات بالزياد واربع أسابيع يعني 16 نقطة كتير حسابات ممكن تكون متشابكة ومربوطة ببعضها فالنصيحة الأكيدة لكل فريق أن يعمل اللي عليه أولا يعني يعني يحقق الفوز وينتظر الهدايا إذا كان فيه هدايا وإن كان يعني الواحد شايفه أن شخصية البطل المرسومة شوية كتير على شباب الأهلي ما بيسمحش الغيره أنه هو يستثمر عصراته يعني ما عندهش عصرات حتى الآن واللي ممكن يحصل منه عثرة بيقدر يكتازه يعني يمكن المحطة اللي ممكن اللي يتوقع يحصل فيها يعني كلام بالنسبة لصدارة شوية بالأهلي محطته اللي هتكون مع عجمان في آخر الموسم وفهمه على الوصل كفريق طامح هو عجمان وفريق منافس إلى حد كبير هو الوصل وممكن يعمل نتيجة يعني مفاجئة لكن دون ذلك أعتقد الفرق الباقي عندها كمان مواجهات صعبة هتخليها بين الوحدة ودول الفجيرة كل الفريقين شهدوا على تغيير ثلاث مدربين على مدار الموسم عدم استقرار للقيادة الفنية للفريقين وبالتالي اليوم فريق الوحدة يمكن الآن مع المدرب اللي تم الإسناد المهمة مؤخرا في البطولة العربية استطاع أن يحقق انتصارين استطاع أن يحقق نتائج عفوا انتصارين نعم ونتائج إيجابية أيضا على مستوى الدوري أعتقد المدرب أيضا يسعى أن يثبت نفسه على قيادة الفريق للموسم القادم شوف الوحدة لأسف أن هذه السماء أصبحت ملازمة للوحدة التغيير المدربين ليس من الموسم هذا حتى شفناها في الموسم السابقة بالذات شفناها في الموسم الماضي وشفنا الوحدة يعني كثير أنه عنده تغيير المدربين وعنده عدم استقرار وخاصة وعنده كذلك على مستوى اللاعبين الأجانب كذلك عدد كبير من اللاعبين مروا على الفريق فترات وجهزة بسيطة واستبدالهم وتغييرهم يتم بشكل كبير وشكل مستمر وهذا أعتقد أنها ما كانت في مصلحة الفريق لكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من هذا أنك تشوف في الوحدة اليوم في أفضل من فرق كثيرة من ناحية النقاط لما تريد أنه في 41 نقطة الآن وفرق أخرى أقل منه في النقاط وعلى الرغم من أنه مستقرار فني لكن هذا الشوية يعطيك شوية ارتياح لليس يصير في الوحدة لكن رغم ذلك الوحدة المفروض يكون أفضل عن الشكل هذا لازم الأمكانيات الموجودة الأسماء الموجودة اللاعبين الموجودين الدعم الموجود الصرف الذي يصير في الوحدة أعتقد أن الوحدة المفروض أنه لا يطلع من الموسم بلا بطولة على الأقل لأن مقاومات البطولات موجودة في الفريق كأسما كل الأمور كلها موجودة الآن دبا شي طبيعي أنه دبا بعد نهاية الدور الأول وشفنا التغيير الذي صار فيه وكانت عدم رضا عن الأجانب وحتى التغيير الإداري صار في الفريق ليس استغيير فني تغيير إداري تغيير يعني مدربين يمكن حسن العبدولي كان ورقة الأخيرة في هذه التغييرات هذه لأنهم يعني يعتقد أنهم يعني في دبا يعني ما حسن الاختيار من البداية لكن وجود حسن العبدولي يمكن التالي إنقاذ ما يمكن إنقاذ اليوم ما نقدر نحمل حسن العبدولي فوق طاقته وما نقدر نحمل أخطاء آخرين ونقدر نحمل نتائج هو ليس طرف فيها الاعتبار أنه المدرب الأخير موجود في الفريق هو أتى الآن في هذا الوقت هذا وأتى لانتشال الفريق من الحال الذي هو موجود فيها لكن الفريق ما أعتقد أنه كان في وضعية قوية أو في وضعية جيدة قبل ما يوصل حسن العبدولي حسن العبدولي كمدرب مواطن أعتقد أنه قلبه يكون على الفريق بشكل طبيعي أعتقد عمل وعمل بصمت وعمل واجه من المتأكد أنه واجه صعوبات وواجه أمور كثيرة في البداية لأنه أتى على فريق يتذيل القائمة اليوم نشوفه بعد فترة وانتقل وانتقل نقلة بسيطة لكن هذه النقلة ما تكفي للنجام الهبوط إلى الآن صحيح أن طموحهم للبقاء طموح للبقاء في دور المحترفين لكن أعتقد البقاء يحتاج كذلك مقاومات محتاج فريق محتاج أدوات الآن دبا مثل ما نقول المنافسين الآخرين في الريطاط دون الأهلي أمرهم في إيدهم دبا كذلك أمرهم في إيده الآن أمرهم في إيده لأنه محتاج أعتقد فوز واحد للبطايح سينهي الأمور على دبا والمفرع بيصعب بشكل كبير بيصعب فالأمر ليس في إيده الأمر في إيد الآخرين والآن هو يقاتل على الأمل يقاتل على النقاط الموجودة في الملعب ويقاتل في سبيل أن البطايح يخسر مباريات وأنه يفوز مثل ما حصل في الأسبوع الماضي وأنه يقلل المسافر بين البطايح لكن في مباراة قادمة الأسبوع القادم نعم مباراة بين الثنينة الثنينة يمكن تنهي المشهد هذا وخلاص وتخلي الهابط واضح والباقي واضح في دور المحضر ممكن يمكن الموجودة لدي لكن في شغل البطايح لا زال في الفترة الأخيرة يعاني من غيابات كثيرة على مستوى اللعيب المصابين حالات اضطرد ازدادت كل مباراة يطرد لاعب أيضا مباراة صعبة إلى جانب أن بعض المباراة مع المنافس المباشر له الذي هو الظفرة لا يستطيع يحقق نتيجة إيجابية خرج بالتعادل أعتقد لو كان انتصر في هذه المباراة لربما كان حسم أمور كثيرة يعني خفف الضغط على اللعيبة هذا اللي عطى البطايح عطى دبا أمل هاي النتائج السوء النتائج البطايح جزيرة والنصر والعين يعني اثنين من المنافسين خلال النصر يعني يعني النصر والنصر الفريق متطور في الفترة النصر حالة يعني مر فترة طفرة على مستوى الفريق واثنين واثنين منافسين العين والجزيرة فأعتقد يعني أن هذه الثنين بعد كذلك النقاط بالنسبة لهم مهمة بالتالي اليوم سوء النتائج السابقة وتحسن أداء دبا عطى دبا دبا هذا الفسحة من الأمل أن ينجو من الهبوط وفي نفس الوقت زادت الضغوط على البطايح لكن البطايح الآن المباراة القادمة بينه وبين دبا بتحدد أمور كثيرة وبتوضح الصورة وبتوضح حتى دبا مقدار يعني خلنا نقول المدى اللي يقدر يذهب فيه في الدفاع عن نفسه وفي رحلة البقاء في الدور في دور المحترفين نعم هذه المباراة مهمة بس نحن لا نريد أن نسبق لأحداث خلنا نشوف المباراة الوحدة قبل وما تسفر عن المباراة الوحدة وأن الوحدة الوحدة اليوم ما بيرضى يعني ما أعتقد أنه بيرضى بسهولة أن هذه المباراة تفلت من إيده الوحدة عانى من نزيف نقاط أمام الفرق اللي ليست متنافسة وفي فترات عانى كثير وهذه مشكلة الوحدة دائما يخسر من الفرق هذه اللي ليست متنافسة لكن الآن هو في وضعية وضعية جيدة وضعية يعني أنه بيكون في المركز الثاني أو الثالث بنفس رصيد النقاط مع العين وخلف المتصدر وقريبين جدا وممكن يعني يعني طبعا كرة القدم كل شيء يمكن يحصل فيها لكن لكن يكون في وضعية وحتى لو في أسوأ الاحتمالات بينهي الدوري في مركز أفضل يعني أفضل أفضل أل آخرين لأن إذا أعتبرنا الوصافة يعني نعم الوصيف الوصافة طبعا أنا أقولك على ملاحظة أنا أرجع أقول ملاحظة المشاكل اللي مر بهذه الوحدة من بداية الموسم من تغيير مدربين من تغيير أجانب قبل بداية الدولة حتى على مستوى اللعب المواطنين والتغييرات اللي صارت والتغييرات والخروج لعبين يعني خلنا نقول حالات هبوط يعني صادفة الفريق في كثير من المباريات فأعتقد أن رغم ذلك نشوف الوحدة اليوم في الموقف هذا أعتقد هذا بعد شيء يخفف من الأمور اللي مرت في نادي الوحدة نعم أكيد بوزياد خناوش نتكلم فريق الوحدة في البطولة العربية خرج بمكاسب وهي يشراك بعض من اللعبين المواطنين اللي ما شاهدناهم في الدورة أعتقد كانت فرصة للمدرب بأن يشوف اللعبة هاي اختبار حقيقي في بطولة رسمية ويمكن البعض منهم قدر يقنع المدرب هل ممكن تحدث تغييرات على مستوى تشكيلة فريق الوحدة في مباراة الغد هو بكرة يعني شايفه أنه لازم يلعب للفوز بشكل أكيد فالعناصر اللي أثبتت وجودها في المباراة في البطولة العربية هيلعب يعني مفيش مشكلة بس هو الفكرة أنه هو هيكون بكرة هاجس الفوز عنده طاغي بشكل كبير جدا على حساباته أنه يكون يعني زي ما قلنا من شوية يكون الوصفة هدف إلى حد ما في المرحلة الجاية هو لازم يفوز بكرة عشان يقدر يكمل المسابقة للنهاية ويأخذ بمكان يلق بمكانه ومكانته على صعيد التاريخ اللي بطولة حتى كمان وحضره كأسم كبير في مجموعة الدوري الإمارات يعني المدرب يعني يمكن بيحاول كمان يعزز السهم بحيث يستمر ويكون يعني مستمر مع الموسم مع الفريق الموسم الجاي ويكون عنده طموح أكبر يمكن عن ناصر اللي جربها دي هتكون يعني أوراق لي جهزة في الموسم الجاي بكرة سيباني لأي مده هو بيرحن عليها أو ممكن ييرحن عليها في المباراة المهمة زي دي لكن أنا ميال شوية أنه يلعب بالعناصر اللي هي اللي برسولة كان يلعب بها قبل مشاركة البطولة العربية نعم بو زياد لكن بالنسبة لليوم المدرب مثل ما قلت أنت يبقى عزز السهمة أيضا المدرب يبغي يطلع بمحصلة في نهاية الموسم لما يقعد مع الإدارة على طاولة على طاولة الاتفاق يقولهم أنا أنا توليت مهمة الفريق في عشر مباريات حقاق الانتصار في هالكثرة مبارات فأعطوني الفريق أسسه من البداية مش أسسه أني أشكل الفريق من بداية فترة العداد أنا أختار الأجانب أنا أختار عشان أمسك الفريق وبالتالي اليوم كل مدرب له طموح أن يكون متولي قيادة فريق مثل فريق الوحدة صحيح وهو طبعا اللي عمله على سيدة البطولة العربية في المطشين اللي فاته يبين أنه عنده رؤيته وعنده رغبة حقيقية في أنه يسبد أقدامه مع الفريق ويكمل معه يبقى جزئية البقاء قد إيه هيكون دو بحقق طموح الوحدة الوحدة دايما بتحس أنه عنده نيات كبيرة وما بيلايش غرضه مع المدرب اللي بيتولى المهمة يعني طموحه بيتهز بسرعة فبيضطر يغير يعني دايما طموحه أكبر من إمكاناته الفعلية والجهاز الفني الموجود فهو محتاج مدرب يكون طامح بقوة للإثبات ذاته أولا والنجاح مع الفريق وده حاجة ما بقدرش حد يضمنها مهما كان مدرب له صمعته ومكانته يعني 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 المعادلة مستنية الكيمياء اللي هتم بيلو بوخليفة اللي تنم مع بعض يعملوا يعني يعني نتاج جديد يخلي الفريق يما يكون منافس أو على الأقل يكون مولود بشخصية تسمح له أن يقبر يخلاله المسابقة زي ما بيحصل مع الفريق اللي بتنفس اللي هي يعني نعم أكيد بوخليفة في هذا المحور وسؤال آخير بالنسبة المباراة هل ممكن دبع في ظل الحالة اللي عاشها خلال عشر الأيام الماضية من آخر مباراة لعبها في الدوري تقريبا عشر أيام للمباراة الغد لكن الوحدة ممكن يتعرض لبعض من الإجهاد على مستوى بعض اللاعبين المهمين مثل جواو بيدرو المهاجم المميز مع فريق الوحدة لكن هل ممكن الإجهاد يأثر على لعبة فريق الوحدة في مواجهة الدبع باتر نعم ما أعتقد ما أعتقد حتى يمكن دبع من المفروض أن يكون الجهاز الفني لعب مباراة في هذه الفترة المحافظة على اللاقة الفنية واللغاء المباريات لللاعبين الوحدة طبعا نرى خرج من ما تفضلت أنت قلت من بطولة بطولة كاسم ملك سلمان هذه العربية وما كاسب كبيرة عادة تثقل الوحدة بشكل كبير ونرى حتى في المباراة الثانية يمكن هو ضمن الصعود ومباراة الأولى لتجنة مباراة ولو كانت تضمن للصعود لكن مباراة الثانية أشرك عدد من اللاعبين المواطنين هذا طبعا كله بنعمة تدوير بنعمة محافظة على اللاعبين المهمين للمباريات الدورية عدم استهلاكهم وعدم إجهادهم بشكل كبير في هذه الفترة بالتالي أعتقد أن الفريق يكون جاهز باتر لا أعتقد أن يكون تحت ضغط إجهاد أو تحت ضغط مباريات وكذا خاصة أن الفترة الزمنية بين المباراة بعد مباراة البرج اللبناني نعم إذن إلى المحور الآخر مشاهدين الكرام هل حسم الشباب الأهلي لقب الدوري أم أن هناك أمل بالنسبة للعين من الدفاع عن لقب الدرع وأيضا من جانب الوحدة إذا ما استطاع تقليص الفارق بعد لقاء الغد السئلة سنحاول إجابة عنها عبر التقرير التالي والذي يسرد لنا طريق الثلاثي في الجولات الأخيرة من عمر الدوري دائرة المنافسة على الدرع هذا الموسم تضيق فيها لشباب الأهلي نصيب الأسد فهو المتصدر ورائد الترتيب وصاحب النسق الثابت على مدار جولات البطولة الفارق الأحمر منتبقت له أربع جولات في المسابقة أو بالأحرى أربعة نهائيات في الأول يلتق النصر المنافس والمختلف في الأسابيع الماضية وبعدها يصطدف العنيد الوصل هو الآخر قدم موسما كبيرا المواجهة الكبيرة التي سيكون فيها شباب الأهلي طرفا تستمر مع الجولة الخامسة والعشرين حيث يحل جاردم ضيفا على بنياس وهو من يخوض اللقاء من دون أي ضغوط على عكس الضيف أما الجولة الأخيرة والتي ربما لن يحتاجها شباب الأهلي لحسم اللقب نظرا لفارق النقاط بينه وبين الوصيف إن حافظ عليه ستجمعه بعجمان على استاذ راشد نتجه إلى وصيف الترتيب حاليا نادي العين الذي يستقبل الشارقة في الجولة المقبلة على استاذ هزاع بنزايد مواجهة تعتبر بمثابة العقدة بالنسبة للزعيم في المواسم الماضية لكن يتحتم عليه الفوز إذ ما أراد مواصلة الضغط على المتصدر في الأسبوع الذي يليه العين يحل ضيفا على بنياس وهو العامل المشترك بين فرق قمة الترتيب الزعيم يكمل رحلته في هذا الموسم في الدوري ويحل ضيفا قبل نهاية البطولة بجولة واحدة على استاذ زعبيل وهناك المهمة لن تكون سهلة على ريبروف لذلك طريق البنفسج نحو الدفاع عن اللقب لا يحتمل الخطأ وهو ذات الأمر بالنسبة للوحدة الذي إن خرج بانتصار أمام دبا سيعادل نقاط العين وبذلك يدخل في دائرة المنافسة على لقب الدرع خلال الجولات الأخيرة من عمر البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بوزياد بالنسبة لمواجهة شباب الأهلي يعني القادمة ستكون مع النصر مباراً ليس بسهلة بالنسبة لهذه المواجهة يمكن فيها الديربي نتحدث عن الديربي عن المنافسة ما بينهم ما بين النصر والشباب الأهلي عادةً عادةً لو لم تكن على بطولة لكن تكون مباريات كبيرة هل تشوف أن شباب الأهلي ممكن يسهلها على نفسها في هذه المواجهة بتتعقد الأمور بالنسبة النصر بيعقدها وبيخدم الفراغ الباجئة هو الإجابة مش عند شباب الأهلي إجابة عند النصر تحديداً النصر هل هيكون على الموعد ولا هيكون بوضع اللي ممكن تتوقعه بحسابات اللي هي مرتبطة بالوضع الحالي داخل المسابقة هذا الموسم يعني النصر صح فيه انتفاضة حالياً على مستوى الأداء في ختام المسابقة لكن لما تبص لحضوره طول المسابقة أعتقد شباب الأهلي فريقاً وبمسافة كبيرة من ناحية الفنية ومن ناحية الجاهزية الطموح الأهلي دلوقتي يعني كبير يعني في الأمطار الأخيرة دايماً الحسابات بتستعر أكتر وبتعلى طموحات سقف الطموح بيبقى أكتر وكل الكل بيكون متحافز أكتر الحافز اللي عند شباب الأهلي نسبياً أعلى من اللي عند النصر لكن البكرة بغض النظر عن ترتيب كل فريق وكل مقافة في المنافسة فبكرة يمكن يعني تتقوى في الجولة جاي يعني هتتفاجئ ممكن بحضور عالي للنصر ممكن تتفاجئ بأداء ميداني يجعل الحسابات كلها تختل من جديد يمكن النصر لو عمل يعني فوز على شباب الأهلي يعمل يعني نقول طفرة أو يعني نقطة التحول كبيرة على سعيد الصدارة يفتح بها الباب لكتير من الفرق اللي هي الطمحة للوصوب نحو الصدارة يعني هيدي أمل كبير للشارقة هيدي أمل كبير للعين هيدي حتى للوحدة يعني فيه فرق كتير هتحس أن الأمورة دي هتديهم حافظ إضافي أو يعني شحنة أمل جديدة يجري وراها بحيث يقدر يتبع عصرة جديدة للشواب الأهلي معناها انقلاب في الصدارة أو انقلاب في شكل الرباع الصدارة يعني فدي كلها حاجات يتخليك تتابع الأربع أسبوع جايين دول بكل حواستك يعني أنا مش شايف أن مباراة ممكن تقول دي ضعيفة أو دي مش هتأثر على الوضع يعني الفرق اللي هتلعب مع بعضها في الصدارة كلها يعني فيه منهم فرقتين هيقابلوا بعض فده كتير يعمل يعني مجال لحدوث وفاجئات وفي نفس الوقت الفرق هتتمتربص كلها ببعض وكلها نتائج مرتبطة ببعضها الجزئية اللي ممكن نتلمسها في الفترة الجاية نشوف مين بقى اللي عنده كفاءة الإنجاز في الأمطار الأخيرة من عور المسابقة يعني احنا في السباق وآخر حسابات الأربع يعني المراحل الجاية دي عايزة حسبة جديدة عايزة رؤية جديدة وعايزة فريق يكون يعني طموحه جاهز وكبير بدرجة تتناسب مع قدرته كمان ما يبقاش مجرد طموح فوادي وكل ده مش واصل عند المجموعة اللي بتلعب ميدنيا في الملع بكرة أو الجاولة الجاية دي هتجمع النصر والأهلي يمكن حساباتها لو حصل فيها مفاجأة من النوع اللي ممكن نقول فيه إن النصر يكسب هتلاقي كتير نقاط تحاول تغيير أو رؤية جديدة بنسبة لنهاية المسابق نعم بو خليفة البعض رح يقول لك يعني أيحد من طرف شباب الأهلي يقول لك أنا ما بخايف إلا من لعيبتي من فريقي أنهم يكونون في يومهم أن الله يوفقهم في هذه المباراة وتكون سهلة عليهم شوف أنت المباراة معها في هذا الوقت هذا يعني ختام الموسم والسباق هذا ووجود متربصين للقمة كلها كلها ضغوط نفسية على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى كذا صحيح أنت اليوم في صدارة لكن الفارق وليس كبير يعني اللي خلي الفريق مرتع المنافسين قراب ومو أكثر من المنافس موجودة اليوم اليوم صحيح أنت اليوم حاليا نحن نشوف ثلاث فرق نشوف متصدر الأهلي وخلف العين وفي حالة فوز الوحدة بكرة بيكون الوحدة بيكون هذا الثلاث أقرب أقرب من الباقية لكن في حالة حدوث أي نتيجة سلبية للمتصدر للأهلي الآخرين ممكن يقتربون أكثر حاليا في الوقت الحالي مبتعدين يعني اليوم الجزيرة يمشي بشكل متتالي في حالة الفوز عنده ووصل إلى مرحلة ومرحلة جيدة في الجدول الوصل ما زال عنده أمل الوصل خسار مبارع لكن ما زال عنده رغبة في المنافسة رغبة موجودة 12 نقطة موجودة في الملعب إلى الآن فبالتالي اليوم هذه كلها كل حسابات كذلك تشكل ضغط على المتصدر 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 نشوف اللي احنا لاحظناه أن الفريق يخدم نفسه وجرديم قادر يتعامل مع المباريات وقادر يتعامل مع الأوراق اللي عنده واللاعبين ويستخدم التبديلات ويشوف الشوط الثاني دائما أنه مؤثر بالنسبة للأهلي لكن كذلك اليوم لا نغفل الحالة الموجود فيها النصر الحالة الفنية النصر الآن في هذه الفترة ليس النصر ما الدور الأول ولا النصر اللي كان يلعب في المباريات اليوم تغيرت كثير من المعطيات هناك مدرب مختلف فكر مختلف هناك لاعبين آخرين موجودين هناك حتى تكتيك آخر موجود في الملعب وإن كان النصر يمكن يعاني من غياب ليمة المدافع بالكرت الأحمر ويمكن اللاعبين المعارئين من الأهلي لا يلعبون يعني بحكم العارة فالتفقية العارة دائما معروفة فبالتالي تجد نقص في النصر لكن منديسي مر بحالة من زمان ما شفناها فيها من أيام من نادي الشارج ما شفناها فيها منديسي توزي قوة كبيرة موجودة في الفريق العناصر الموجودة في الفريق العناصر يعني اللي وضيفت للفريق خلال فترة الانتقرات الشتوية عناصر مؤثرة جدا من ناحية اللاعبين المواطنين وإن كان لابغة ملابغة غايب عن المشهد يعني في الامباريات الماضية أنا مستغرب أنا مايلعب رغم مفروضا كان أنه تم استعانا بكراس حرب وأنه يكون موجود لكن أنا مبعرف شو سبب هل هي خيارات فنية أو أنه مصاب يكون كذلك نقطة فنية مهمة تحسب للفريق لكن بالنسبة لبعض من الخيارات بالنسبة لفريق النصر ملابغة شارك في مباريات ما قدم المردود يمكن المدرب أوجد ظلت في اللاعب الموجودين وحققوا النتائج اللي هو يبغي وبالتالي أنا أقول هل هي خيارات فنية المدرب يعني أنا رأى أنه ما يعتمد عليك من الناحية فنية في الهجوم عندي خيارات أخرى أنا ما أعرف لكن نغير أن نقول لما يضطاري على اللاعبين تم استعانبهم في الفترة في التغارات الشتوية كان ملابغة أحدهم فبالتالي الحالة الفنية الموجودة فيها النصر مع كذلك اليوم الحالة الفنية الموجودة فيها الأهلي الأهلي اليوم حالة فنية ومزاج عالي من اللاعبين مدرب اليوم يمكن في بداية المسابقة شوية كانت لنا عليهم ملاحظات لكن أعتقد أن لأنه كان جديد على دورينا وجديد على لاعبينا وجديد على مبارياتنا لكن أعتقد أن الآن من خلال تعامله تقريبا مع كل فرق الدوري اللعب معهم من خلال تعامله مع الأوراق الموجودة عنده قد لا يكونون الأفضل في الأندية لكن قادر أن يتعامل معه وبالذات مع ملف اللاعبين المقيمين اللي قادر أن يستفيد منهم أقصى استفادة يمكن الفريق الوحيد المستفيد من المقيمين بشكل كبير هو الأهلي ومن اللي قادر يعني أن يحرك اللاعبين هذين لو يستخدمهم في أوقات وفي مراكز في الفريق هو جاردين بالتالي اليوم حالتين فنيتين مرتفعات لفريقين مباراة مهمة جدا يمكن الدافع فيها لما كنت بزيادة تتكلم عن دوافع في مباراة ثانية الدافع هنا عند الأهلي أكبر عن النصر الدافع عند الأهلي أن مواصلة الصدارة ومواصلة وابتعادة عن قدر الأمكان عن المطاردين الدافع هذا أكبر عن موجود النصر النصر نعتقد الآن مر بالفترة الأسوأ في تاريخه مكتازة ليس فيها الموسم باكت في تاريخه اللي كان مهدد فيها بالهبوط ومهدد فيها بتذير الدوري مر بالمرحلة هاي استطاع هروب من هالمنطقة وترك هالأمور لفرق أخرى وهو نأب نفسه من هالمنطقة بالتالي خدم نفسه بنفسه نأب نفسه ونأب نفسه عن هذا فاليوم بالدافع ما لا أعتقد أن النصر أقصى شيء كان يدور الموسم هذا البقاء النصر لا يبحث عن منافسة النصر لا يبحث عن تواجد في قمة الجدول قياسا بالممر من ظروف ومن خسائر ومن حالة فنية السيئة جدا أعتقد أنه حقق الهدف منه الآن هو يحس وضعه في الجدول والتجهيز الموسم القادم بالنسبة للنصر يبدأ يجهز من الآن لأنه أعتقد أنه هدفه المرحلي حققه اللي هو البقاء في دور المحترفين بالتالي بس الهدف عند لاعبين الأهلي وعند الجهاز الفني الهدف أكبر لأن اليوم العملية الصدارة والفوز وأكثر فريق محقق للفوز وأكثر فريق ما خسر فوز وتعادل من فترة طويلة أنه في هذا أعتقد أن هاي كلها دوافع اليوم وجودنا عند الفريق أن تحمس الفريق للدخول المباراة هاي بكل تركيز وإحنا شفنا الفريق يتعامل مع المباراة بشكل جيد كل مباراة شفنا مباراة العين كيف لعب شفنا مباراة البطايح كيف لعب مباراة لقبل يعني هناك حالة من القراءة الفنية للمدرب وتنفيذ من اللاعبين لأفكار المدرب نشوفها ماشي بشكل سلس بالنسبة للفريق على الموسم نعم أبو زياد يمكن المدرب كان لها تصريح في بداية الموسم لمطالة الكثير من الانتقادات اللي هو قال ديما نعم قال ما أنا عارف شغلي وفي نهاية الدوري بنشوف فبالتالي اليوم المدرب قاعد يثبت يوم بعد يوم بأنه فعلا قادر مركز في شغله لا يهتم لا ينظر للانتقادات اللي طالتها في بداية الموسم وبالتالي ياسي يقدم فريق كمجموعة هو ما قدم سواء عمار خريبين حارب عبدالله سهيل ما قدم لاعبين بأسماءهم هو ياسي يقدم مجموعة نحن نشوف لو نرجع على تشكيل فريق شباب الأهلي في كل مباراة فيها تغيير لكن شكل شباب الأهلي هوية شباب الأهلي الثابتة حتى الآن بنفس المردود رغم تغير الأسماء خير نقول لك حاجة أخي علي يمكن كمان يوفقني شهر جمهور لحد كبير فكر في بداية الموسم كانت الأنظار كلها رايحة على كزم كمدرب له بصمة فنية ولو لمساته الفنية على الفريق الشرق في التغييرات في الشهر التاني بيقلب النتيجة لحد كبير كان كزم كمدرب خطف الأضواء من كل مدربين البقائيين من أول الدور الثاني وقبل نهاية الدور الأول بحاجة بسيطة جارديم قفز للوجهة وبقى هو اللي بيستأثر بهذا الإحساس يعني كلنا حتى بقينا حسين للمسات جارديم مع شباب الأهلي هي اللي واخد يعني السكسير والتأثير العالي على حساب البقية يعني خطف الأضواء في التأديري من مدرب اللي تقلز يا كزمن وبقى هو اللي في الوجهة بقى هو اللي بنبصله لأنه مدرب فهم بيعمل بيوظف العاوة بشكل عالي دي يعني خلق بها مع شباب الأهلي شخصية البطل اللي هي ممكن يعني يكون فيه خمس حاجات كده بتميزه بشكل أساسي كفريق بطل أي بطل الفريق اللي يقدر تسخصيطه تتولد جوه المسابقة ويكبر معه للآخر تشد خصية بطل الفريق اللي يقدر يعمل المنتدى في أي مباراة ويعود للمباراة حتى لو كان فريق كبير زي الجزيرة ويرجع ويفوز ده عمله شباب الأهلي الفريق اللي مجغول بنفسه ومش مجغول بغيره يعني للا تسمع شكوى من تحكيم ولا تسمع شكوى من ظروف مثلا حد مصاب يعني مش مجغول ما فيش أي أعذار شغال والمدرب بيقلب بيعمل تدوير داخل الفريق حتى النجوم اللي استعام بيهم من بره ممكن لهم في أجهة عددكة وبيلعب اللعب الجاهز وتلاقي مثلا اللي بيالعب ده هو اللي بيحقق للفوز يعني يعني كرتابيا ويجور هم اللي رأتنا الرابحتين في آخر طلع لكن قبل كده اللعب اللي كان يعني استخدمهم وقلنا ده هيعمل بيهم رهان لأنهم عددين عددكة فهو عنده رؤية وبينافزها وبيحقق بها اللي هو عايزه من شخصية البطل برضو كمان تلاقي جزئية يعني الكل اللي بيخدمه من غير ما هو يكون عايز هذه الخدمات يعني هو ماشي في طريقه لكن البقائين بيقدمونه هدايا طوعية يعني رغم من أنفهم يعني فبتلاقي الفريق بيستفيد حتى من أخطاء غيره من غير ما يكون هو عايز الهدايا دي الحاجة الرابعة بقى اللي تخصه هو بشكل أساسي أنه هو نفسه يعني كفريق يعني مع هزوز إلى حد المفز جزئية ما عندهش مشاكل كتير حاليا في النهاية الموسم لا إصابات عالية ولا حد بيغيب يعني فيه استقرار فيه استقرار وفيه كمان يعني اللعيبة كلها في حالة ناشوة كده عامة وحلقة معي بتقود لأنه نكمل البطولة النهاية بشكل جيد يعني نعم أيضا بالنسبة لمايد ناصر اللي تعرض لإصابة في المباراة الماضية يمكن حتى على مستوى حراسة المرمى الأمور طيبة بالنسبة لفريق شباب الأهلي في ظل وجود حسن حمزة الحارس أيضا المميز لكن في المحور الآخر على غرار صراع قمة الترتيب مشاهدين الكرام سنعيش أيضا صراعا آخرا للهروب من شبح الهبوط وفيما يلي المباريات المتبقية بالنسبة لثلاث القار البطايح والدب والضفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أبو خليفة يعني نشوف ثلاث فرق في القاع ياسا تتنافس الدبا البطايح الضفر يمكن البطايح رغم بدايته اللي كانت مميزة في بداية الموسم يمكن نستقل أخطاء الفرق المنافسة له لكن فريق البطايح عانى في عدم وجود لاعبين مواطنين بقيمة فنية عالية يخدمون الفريق على المدى البعيد الفريق البطايح كان يحتاج إلى نفس طويل رغم التغييرات اللي صارت للفريق وبالتالي اليوم مباريات البطايح البطايح ودبا مواجهة مباشرة مع فريق دبا اللي بيلعبون فيها في الجولة الثالثة والعشرين البطايح سيرحل إلى الجزيرة البطايح سيستقبل النصر البطايح مع العين في الجولة الأخيرة وبالتالي أعتقد البطايح من الأربع المباريات المتبقية يحتاج فقط بردبا شوف الله يعيني الثلاثة كلها يعني طبعا شوف أنا موجد هي حزمة معقدة يعني أنا موجد نظري يمكن أمور الظفرة صعبة جدا نعم أما كانت مستحيلة أصعبهم يعني أصعبهم من ناحية النقاط من ناحية الوضع الموجود في الجيل الفريق الوضعية الموجودة في الفريق الظفرة للأسف ما تعلم من درس الموسم الماضي ومن بداية الموسم هذا كان باين وضع مهتز ورغم ذلك ورغم التغييرات اللي صارت ورغم التعاقدات اللي صارت لكن ما أعتقد أنك كانت كافية الانتشار للفريق وبالعكس يعني تبادل في الأسابيع الأخيرة المراكز مع دباء اللي كان في المركز الأخير الظفرة النزل في المركز الأخير مكانا الآن البطايح خلنا نقول يعني أمره في إيده أحسن دباء وليه في الواضع لكن الظفرة قلنا عن الظهر نتكلم عن البطايح البطايح ليه أمره في إيده البطايح صح أنه مباريات صعبة مباريات مع دباء مباريات بعدين قلنا مع ثنين منافسين وفريق متطور أكثر فريق متطور فترة الأخيرة ولهو النصر لكنه يحتاج مباراة دباء لكن كل شيء وارد فكرة القدم نعم كل شيء وارد فكرة القدم ممكن يفوز على أي فريق من هذه ومحتاج مباراة دباء وبالنسبة للمباراة هي لدباء وكذلك مباراة مفصلية دباء يدخل فيها بكل قوة حتى لو خسر المباراة الوحدة بس لا يخسر المباراة لأن هذه المباراة تقرب أكثر من منطقة الأمان وممكن أن دباء بالمستوى الذي قدمها في الثلاث مباراة الأخيرة ممكن يحقق مفاجأة مع أي فريق وبين دباء تعتمد في المرحلة الأولى في الدرجة الأولى على مباراة مواجهة مباشرة وبعدين على تصميم اللاعبين وعزيمتهم وقوة شخصيتهم ودرجة تمسكهم بالبقاء في دور المحترفين من مباراة كلها صعبة أنت قلت مباراة البطايا مباراة دباء كذلك دباء عند الوحدة دباء عند البطايح دباء عند النصر دباء عند الشارجة دباء عند الضفرة في الآخر ويمكن دباء مباراة الدباء والضفرة قد تكون مباراة يعني إذا سكت دباء أهون شوية أسهل وممكن تكون مباراة البقاء بعد الدباء نحن لا نعلم بالغيب بالتالي اليوم نستثني الضفرة لكن الفريقين هذين لمش ضامنين لا البقاء ولا ولا حتى الهبوط هم في مأمن من الهبوط نعم بالتالي اليوم نحن دائما نركز على صراع القمة ودائما نركز على صراع وحساباتنا دائما مع المتصدر ومطاردين وممكن يدخل في المطاردة وممكن يعرق للمتصدر دائما نحن دائما في تفكيرنا في هالشكل هذا ونجاهل أو ننسى الصراع الموجود تحت في القاع وصراع القاع صراع خطير جدا وصراع يعني له خلنا نقول تعاملات مع فرق أخرى وحسابات مختلفة ولأمور كثيرة الآن المتصدر نتكلم حتى نرجع للمتصدر نتكلم عن لهلي ونتكلم عن أن يخسر مبارتين هل المطاردين الضامنين يفوزون في كل مباريات لا طب فأنت اليوم حتى الحسابات دائما الحسابات كل واحد حساباتها عاطفيا توديه إلى الفريق الذي هو مثلا إيميل أو الفريق الذي هو عاطفيا دائما نحن هذا نرى أكثر عن ناحية الجماهير نحن عن ناحية الجماهير أنه دائما يحسب حساب أن فريقه يفوز بشكل كل مباريات وبالتالي يحدث عند مطب مثلا ما حدث عند الوصل في مبارات مع جمان تلاقي تأثير الخسارة قاسي جدا على المتابعين وعلى المشجعين وعلى المحبين الفريق لأن حسابات التي كانت موجودة عندها فريقه يستمر في الفوز حسابات خاطئة أو حصل فيها دروب في منطقة معينة بالتالي اليوم الحسابات دائما حسابات صدارة نخلي لما نتكلم عن صدارة ولما نتكلم عن القاء لابد ننظر للفرق كلها كتلة وننظر المباريات في الأسبوع كمباريات كلها مثل ننظر حسابات المتصدر والمطاردين نشوف الهابط واللي مهدد بالهبوط حسابات كلهم مع بعض كيف تكون وبالتالي عشان نكون منطقيين في طرحنا ومنطقيين في حسابات نعم أكيد طبعا بوزياد أتكلم عن فريق الظفرة فريق الظفرة مواجهة القدم مع آخر وفكان لكن بعد ذلك مع عجمان في ملعب عجمان عجمان في ملعبة حقق انتصارات كثيرة استطيع أن يسجل 21 هدف عليه 14 هدف في ملعبة عجمان دائما يحقق نتائج كبيرة في ملعبة ما ننسى مباراة مع النصر في الشوط الأول انتهى الشوط الأول بالأربعة مباراة مع الوصل الشوط الأول ينتهي بالثلاثة وبالتالي اليوم عجمان ممكن نعم افتتاح الدوري مع الين نعم افتتاح مباراة افتتاح الدوري نعم لكن بالنسبة لعجمان والظفرة أعتقد هذه المباراة اللي هي الجولة الرابعة والعشرين ممكن عجمان يكون سبب في الإعلان رسمي عن فريق الظفرة. هو حظ وحش الظفرة نبيل عبد المعلمان في هذه اللحظة. يعني يمكن الظفرة بيدفع فاتورة أسيا قوية للوجوده في دوري المحترفين بدون حسابات تناسب الوجود في هذه المسابقة الصعبة واللي كانت طوال الوقت يعني مختبئ في منطقة الوسط والمنطقات دفئة بعيدة عن صراعات الهبوط. لكنه غابط مرتين خلال دوري المحترفين. وكان دائما مفروض يكون استوعب درس أن الهبوط بيكون سهل جدا في غسط هذا صراع القوي جدا بدل فرق كبيرين. عجمان أنا بعتبره بيعمل تاريخ جديد لنفسه على صراحة دوري المحترفين مع المدارب جوران. وفعلا العمل الموسم ده كلها يعني أداء مشروع بنتائج عالية جدا. يعني مفيش حاجة فوز بتقول ده بتحظ أو فيه فعلا شغل. فيه عمل نعم. فيه تعب واضح جدا وفيه طموح وفيه حالة انسجام كاملة ما بين منظومة العجمان من الإدارة لغاية المدرب واللعيبة والأمور اللي فهم درجات. يعني فيها منظومة جميلة جدا في عجمان حتى تتشوق تشوف كل مباراته اللي بيلعبها مع أي فريق بغض النظر عن موقفه التنفسي. يعني عجمان يمكن هتليه في الآخر بيعمل مفاجآت متوالية بحكم اللي بيلعب مع فرق مشتركة في الصدارة. متوقع أن يعمل فيها إنجازات يمكن الزفرة حظه سيء. بقول لك أن يكون يلعب معه في هذا التوقيت لنوقع. فعلا طريق قدر على أن يعمل بصمة جميلة في الأداء. والنتيجة مشرفة وإيقابية. نعم أكيد طبعا. نحن كباته وصل لنهاية حلقة اليوم برنامج ملاعبنا. وزياد شكرا لك على تواجدكم. شكرا لك. شكرا لك. أعظم خليفة شكرا لك. الله حيك. أيضا شكرا لكم ومشاهدين ومتابعين الكرام على طيب المتابعة. انتظرونا إن شاء الله في المناسبات القادمة. لذلك الحين نستدعكم بالله. اشتركوا في القناة